قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار مرحبا بكم مشاهدين هذه أهم عنوين أخبار اليوم زيدان يفاجئ المغربي أشرف حكيمي بتحذير شديد بعد حوالي ثلاثة أشهر الجزائري عادل عمروش يعود للتفاع عن نفسه بشأن العقوبة التي تعرض لها بسبب المنتخب المغربي المغربي سلم ملاح يضع الرقرق في ورطة كبيرة قبل تجمع لعدده المقبل والآن إلى التفاصيل لكن من قبل لا ما تنساش الترجم للفيديو تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش توصلك ان تلول آخر الأخبار أظهر اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي أداء ممتازا خلال المباراة بين فريقه بارسان جرمان وبرشلون حيث كان له دور فعال في تأهل فريقه إلى الدور النصف النهائي من دوري الأبطال وجاء هذا التأهل عقب تحقيق الفريق الفرنسي لانتصار كبير على نادي بارشلون بنتجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت مساء يوم التلتاء وخلال هذه المواجهات المهمة بين بارسان جرمان وبرشلون بلغت دقة تمريرة حكيمي نسبة 90.9% وتمكن من التفوق في ست مواجهات فردية بينما لم ينجح في تسع محاولات وفي الجانب الهجومي لم يكتفي حكيمي بالمساعدة في تجيل الهدف الثاني فحسب بل أيضا كانت له يد في خلق أربع فرص لزملائها التي لم يتم استغلالها جميعا بالإضافة إلى توجيهه تزديدة نحو المرمع أما على صعيد الدفاع فقد كانت مشاركاته محدودة في هذا الجانب خاصة بعد طرد اللاعب أراوخ من فريق بارشلون خلال الشوط الأول لكنه تمكن من القيام بتدخلين دفاعيين نجحين ومن الجدير بالذكر أن باريسان جرمان سيقابل نادي بورسيا دورتموند الألماني في الدور النصف النهائي للبطولة بعد أن تمكن دورتموند من إقصائي أتلاتيكو مادريدا الإسباني من البطولة هذا وأصبح النجم المغربي وأشرف حكيمي يقترب من تحت من رقم مواطني حكيم زياشة في عدد المشاركات بدور أبطال أوروبا وذلك بعدما وصل إلى نفس العدد أي 45 مباراة إثر لاعبه في المباراة التي جمعت باريسان جرمان ببارشلون فبعد تأول باريسان جرمان للدور النصف النهائي من البطولة باتت لدى حكيمي الفرسة ليصبح اللاعب المغربي الأكثر مشاركة في تاريخ منافسات دوري الأبطال كما أن حكيمي قد تجاوز مؤخرا رقم اللاعب المغربي نوردينان نيبت الذي شارك في 44 مباراة بدوري الأبطال جميعها كانت مع النادي الإسباني دي بورتيفولا كورونيا وحتى الآن لعب حكيمي في دوري الأبطال بقمصان أربعة أندية مختلفة حيث شارك في 25 مباراة مع باريسان جرمان وخمس مباريات مع أنتر ميلان و13 مباراة مع بورسيا دورتموند بالإضافة إلى مبارتين مع ريال مادريد أما حكيم زياش فقد شارك في نفس العدد من المباريات لكنها كانت موزعة على ثلاثة أندية فقط إذ خاد 17 مباراة مع آيكس مستردام الهولندي و23 مباراة مع تشيلس الإنجليزية وخمس مباريات مع جالة سرايا التركية وفي سياق متصل وفي آخر الأخبار المتعلقة بعلاقة أشرف حكيمي بالإسبانية ذات الجدور التونسية بحبوك نشرت بعض الصحف الإسبانية تقارير تشير إلى عدم قبول زيندينزيدان لهذه العلاقة وتحدثت تقارير صحفية أن زيندينزيدان الأصورة الذي لعب دورا حاسما في ترقية أشرف حكيمي للفريق الأول لريال مادريد كان معارضا بشكل صريح لعلاقة حكيمي بأبوك وأشرت المصادر ذاتها إلى أن سبب رفض زيندان لعلاقة حكيمي بأبوك يعود إلى مضيها الذي شمل علاقاتنا مع لعبي كورتيقاد من إسبان باريزين بما في ذلك القائد الأسطوري لفريق ريال مادريد سيرجيو راموس لكن على الرغم من هذه التحديات تمكنته بأبوك من بناء علاقة مع اللاعب شاب الذي كان في ذلك الوقت يافعا لأن يتجاوز 18 عاما وكان يفتقر إلى الخبرة وكانت هذه العلاقة قريبة جدا من أن تكون لها تأثيرات سلبية كبيرة على حياته قام الإطار الجزائري وعاد العمروش الذي كان يتولى مهام تدريب المنتخب التنظاني سابقا قام باتخاذ قرار لجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية المعروفة اختصارا بالطس وذلك بهدف التعن في القرار الذي اتخذت اللجنة التأديبية التابعة للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم والذي تضمن إيقافها لمدة ثمان مباريات نتيجة لمزاع مكاذبة وجاه ضد الجامعة الملكية المغربية للعب وقد أفادت صحيفة جونفريك بأن الجلسة التي عقدها المدرب الجزائري وعاد العمروش مع اللجنة التأديبية للكاف لم تجلب تغييرات تذكر حيث تم تأكيد العقوبة المواقعة عليها من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم مع إلغاء الغرامة المالية التي كانت مفروضة عليها والبالغة تسعة آلاف ومئة يورو وفي تصريحاته لصحيفة جونفريك أعلن عمروش عن نيته في تقديم طعن لدى محكمة التحكيم الرياضية ضد قرار الكف مؤكدا أنه تم الاستماع إلى دفاعه وبعد أيام قليلة تم تأكيد إيقافه لمدة ثمان مباريات وضاف قائلا الشيء الوحيد الذي تم إلغاؤها كان الغرامة البالغة تسعة آلاف ومئة يورو أعتبر هذا الإيقاف غير عادل وقد تم الإعلان عنه في يناير خلال منتصف كأس أمم إفريقيا بطريقة أعترض عليها لذا سأقدم السئنافا لمحكمة التحكيم الرياضية وأوضح عمروش لقد أصبت بالصدمة من القرار بالحفاظ على عقوبتي يريد الكاف أن يجعل مني مثال لأي شخص يحاول تحدي النظام القائم إن عقوبة الإيقاف لثمان مباريات بسبب تصريح صحفية تعد وسيلة للتضييق على حرية التعبير لقد تمت معاقبتي دون أن تتحالي فرصة الدفاع عن نفسي ومن ثم اعتبرت لجنة التأذيبية أن حججي لم تكن مقنعة يعتمد المدرب وليد رادرغي قائل الإدارة الفنية للمنتخب المغربي على مجموعة من اللاعبين المخضرمين الذين كان لهم دور بارز في تحقيق إنجاز يشبه المعجزة في بطولة كأس العالم الأخيرة بقطر ومن المتوقع أن يستدعي الرادرغي كلنا من غانم سيس وعبد الحاميد الصبر وسليم أملاحة للمشاركة في المبارتين المقبلتين داد الزامبيا والكونغو برازافيل وذلك في إطار تصفيات كأس العالم 2026 ومن ناحية أخرى تواجه رغبة الرادرغي في استدعاء سليم أملاحة عقبة تتعلق بجهزية اللاعب حيث أنهم لم يعد ضمن خطة المدرب الحالي لنادي فالونسيا الإسبانية ففي آخر مباراة للنادي والتي انتهت بفوزه على أساسنا شارك أملاحة كلعب بديل حيث دخل الملعب في الدقيقة الثامنة والثمانين قبل دقيقتين فقط من نهاية اللقاء كما فقد أملاحة مكانه الأساسية في تشكيلة الفريق منذ عودته من بطولة كأس أمم إفريقيا التي وقيمت مؤخرا في كوديفور حيث كان قد خرج المنتخب المغربي من البطولة في دور 16 على يد منتخب جنوب إفريقيا ترجمة نانسي قنقر